الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء السادس من أبريل تطورات همة وخطيرة القوات الروسية تواصل معاركها مع القوات الأوكرانية وتتقدم في عدد من المحاور إضافة لذلك ضربات روسية كانت قاضية على بعض المواقع الأوكرانية سنتعرف إليها في هذا الفيديو لذلك رجاء تابعوا الفيديو حتى النهاية ولا تنسوا الانضمام إلى قناة ودعوة أصدقائكم الرجاء المشاركة على أوسع نطاق لو سمحتم سنبدأ مباشرة باتجاه بخموت حيث استطاعت الوحدات الروسية التقدم طبعا في هذه المنطقة هنا كما تشاهدون استطاعت وحدات روسية التقدم بعمق 265 مترا استطاعت خرق التحصينات الأوكرانية التي تشاهدونها بخط الأزرق طبعا كانت قوة أوكرانية قوية تتمركز في هذه المنطقة وتحاول عرقلة التقدم الروسي ولكن نتيجة القصف العنيف للقوات الروسية على هذه المنطقة وكامل هذه المساحة تتعرض للقصف الروسي استطاعت الوحدات الروسية التقدم وتثبيت سيطرة لها وبالتالي القوات الروسية تحتاج لمشبه عملية التفاف كبيرة كما تشاهدون على طول هذا الطريق للدخول أو للوصول إلى شازي فيار والدخول إلى هذه الضحية الشرقية من شازي فيار إضافة لذلك القوات الروسية كما أشرت صباحا دخلت وسيطرت على بعض المنازل يمكن القول ما يشبه حي في هذه المنطقة سيطرت على العديد من المنازل وتخوض اشتباكات عنيفة مع القوات الأوكرانية ومعارك فعلا هي الأقوى ويترافق مع ذلك عمليات قصف كبيرة للقوات الروسية إضافة لذلك قلت لكم تقدمت القوات الروسية صباحا وسيطرت على هذه المنطقة وبات بإمكان القوات الروسية تطوير هجوم إضافي باتجاه الضحية الشرقية لشازي فيار والتقدم باتجاه الضحية الغربية ولكن كما يمكن تشاهدون القوات الروسية بات بإمكانها الضغط باتجاه أدة مواقع على الضحية الشرقية تحاول القوات الروسية تقوم تحسين فرص تقليل الخسائر للقوات الروسية كي لا تعتمد على مسار واحد طبعا التماز عن مسار واحد سيكثر من احتمالية ترد الأهداف الروسية واستهدافها وتدميرها وبالتالي القوات الأوكرانية تراهن أن القوات الروسية ستحتاج لعدد كبير من القوات ستراهن علينا ستنجح في استلزاف القوات الروسية المهاجمة نتحدث عن الفرقة 98 الروسية والفوج 11 وبالتالي معركة كبرى تجري هنا القوات الأوكرانية تحديدا سيرسكي يراهن على أنه سيستطيع الاحتفاظ بشيزي فيار حتى نهاية الشهر فهل ستنجح أوكرانيا بذلك؟ هذا ما سيكشفه الوقت وهذا ما ننتظره هل سيصدق سيرسكي؟ أم لماذا يخطط للصمود حتى نهاية شهر إبريل؟ هل هناك أمر ما سيأتي إلى أوكرانيا سيحسن من ظروف القوات الأوكرانية؟ هل سيصمد بطريقة دفاعية؟ أم أنهم سيشنون هجمات مضادة في محاولة لدفع الروس إلى الخلف؟ هنا تبقى أسئلة كبيرة ومفتوحة والوقت سيجيب عنها وأنا سأستمر بتغطية المعارك وأنتم كل ما عليكم فعله هو الاشتراك بهذه القناة وطبعا متابعة دوما أما فيما يتعلق باتجاهي بيلوريفكا في هذه المنطقة في محر الكريمينة استطاعت الوحدات الروسية التقدم فهذا التقدم الصواحي في هذه المنطقة التي تشاهدونها استطاعت الوحدات الروسية السيطرة على كامل هذه المنطقة طبعا بعمق 750 مترا أقصى وبعرض أقصى 620 مترا استطاعت الوحدات الروسية السيطرة على كامل هذه المنطقة التي تشاهدونها وبالتالي تحاول القوات الروسية كما أشرت لكم سابقا عدة مرات تحاول تطويق جبر التواشير أعلى نقطة في جوال التواشير تبلغ 324 قدما موجودة هنا وباقي المحيط هذا مرتفع أكثر منه ولكن طبيعة المقلع المنجم يمكن قول صعبة تحصن بها القوات الأوكرانية لذلك تحاول إخضاعها لسيطرتها طبعا إضافة لكل ذلك السيطرة على هذا جوال له فواعد اقتصادية وبالتالي المعركة ليست فقط سياسية وعسكرية إنما أيضا على مقدرات اقتصادية أما فيما يتعلق باتجاه ترني تستمر المعارك بين الوحدات الروسية و الوحدات الأوكرانية دون أن يكون هناك أي تغيرات في خريطة السيطرة سننتقل مباشرة باتجاه أفديفكا حيث القوات الروسية تخوض معارك عنيفة مع القوات الأوكرانية استطاعت الوحدات الروسية إحراز تقدم وفي نفسك استطاعت وحدات الأوكرانية دفع القوات الروسية إلى الخلف ما الذي أقصده في اتجاه نوفميخيليفكا استطاعت الوحدات الروسية التقدم في وسط البلدة باتجاه الجزء الغربي واستطاعت السيطرة على هذه المساحة بانتداد 960 مترا وبعمق 375 مترا إضافة إلى ذلك استطاعت أو نجحت الوحدات الأوكرانية بعد عمليات تعزيز لوحداتها من الضغط على القوات الروسية ودفعها إلى الخلف بعد أن كانت القوات الروسية تسيطر على كامل هذه المساحة باللون الرمادي وبالتالي معركة كبرى تجري في هذه المنطقة هنا حيث توجد منازل بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية ومعركة باتجاه الجزء الغربي المتبقي من نوفميخيليفكا حيث توجد الألوية 116 واللواء 79 إضافة لمجموعات أخرى تحاول منع القوات الروسية من التقدم ومن الوصول إلى هذه المنطقة طبعاً سبق وشرحت الهدف الروسي هو المتمثل بالوصول إلى هذه المنطقة للضغط على خط الامدادات الأوكرانية كما تشاهدون باللون الأصفر الذي يأتي من منطقة اسبينوفكا والذي يأتي من منطقة كوراخوفي وبالتالي عمليات ضغط كبيرة من قبل القوات الروسية على كامل امتداد هذا المحور سأشرح لاحقاً عن بقية القرى والبلدات إضافة لذلك كان هناك نحو ثلاثة ضربات للقوات الروسية باتجاه أوغلدار في مسعى من القوات الروسية لزيادة الضغط على المجموعات الأوكرانية وعلى القوات الأوكرانية الموجودة في كامل محور دانياتسك أما فيما يتعلق باتجاه محيط كطاع أفديفكا تحاول القوات الروسية مواصلة عمليات التقدم والسيطرة على ما تبقى من بيرفومايسكي فبعد أعلان القوات الروسية السيطرة الكاملة على فوديان تحاول القوات الروسية الضغط على المجموعات الأوكرانية الموجودة في هذه المنطقة وكما أشارنا في وقت سابق أيضاً الوصول إلى نتايلوفي التي تشكل أقدت إمداد هامة للقوات الأوكرانية باتجاه أمانسكي وكامل خط الدفاع الثاني وبالتالي تحاول أيضاً القوات الروسية الضغط عبر هذه الخطوط الصفراء والتي هي طرق رئيسية تحاول الوصول إلى ياسنوبروديفكا وإلى أمانسكي من أدة طرق لذلك المعركة قوية في هذا الاتجاه والتحسينات الأوكرانية حتى اللحظة صامدة في هذه المنطقة التي تشاهدونها هنا أما فيما يتعلق باتجاه بيرديتشي وكامل المنطقة تراجعت القوات الروسية بعد ضغط من قبل القوات الأوكرانية حيث وصلت القوات الروسية في وقت سابق إلى هذه المنطقة ولكن في نفس الوقت ضغطت القوات الروسية ودفعت القوات الأوكرانية الموجودة هنا للتراجع وبالتالي خسر كلا الطرفين سيطرة وأصبحت منطقة رمادية لا تخضر سيطرة أحد نحن نشهد موجة اشتباكات عنيفة أحبائي وبالتالي كلما احتدت المعارك علينا أن توقع تغييرا في الخريطة أو نتوقع جمودا في الخرائط أو مناطق رمادية أكثر فأكثر نتيجة الضغط من كلا الطرفين في محاوات كل منهما لتحسين الظروف أما فيما يتعلق باتجاه سيمينيفكا تواصل القوات الروسية عملياتها العسكرية من الأجزاء الجنوبية بعد تثبيت نقاط سيطرة لها وتحاول التقدم من الجهة الشمالية كما ذكرت لكم منذ قليل أما فيما يتعلق باتجاه بيرديتشي تستمر المعارك بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية هدف القوات الروسية في هذه المنطقة يتمثل بالسيطرة على البلدة والتقدم على طول هذا الطريق باللون الأصفر كما تشاهدون للوصول نوفو بخموتيفكا والضغط على القوات الأوكرانية المتحصنة وموجودة بشكل كبير في أشارتين التي تعد معقلا هما للقوات الأوكرانية تلاحظون حجم التحسينات الأوكرانية بالخطوط الزركاء يحاول الأوكران حصر دخول القوات الروسية إليها وبالتالي الضغط عليها أما فيما يتعلق أحبائي بموضوع الضربات الروسية على أوكرانيا قامت القوات الروسية بعملية استهداف كبيرة للقوات الأوكرانية في هذا الميناء هنا كان هناك سفن تحاول وضع نحو مركبات أو قوارب آلية بدون طيار بمعنى آخر تلك التي يستهدفون بها سفن الأسطول البحر الأسود الروسي في البحر الأسود استطاعت القوات الروسية تدمير هذه السفينة هذه الشحنة إضافة إلى ذلك خلال عملية التفريغ أرادت القوات الأوكرانية حمايتها لذلك وضعت نظام دفاع جوي من طراز ناسامز أيضا قامت القوات الروسية باستهدافه قبل أن تكون باستهدافات أخرى ومحطة رادار في هذه المنطقة أيضا كان هناك ضربات إضافية للقوات الروسية طالت من خلالها عدد من المواقع والمقارات استهدفت في هذه المنطقة هنا موقع يتم استخدامه للمسيارات تجميع المسيارات وغيرها من الأمور إضافة إلى ذلك استهدفت مرابط وتجمع المدفعية لللواء 40 في اتجاه منطقة خاركيف تم استهدافها في هذه المنطقة أحباه عملية الضرب والقصف الروسية مستمرلة بشكل كبير على المواقع الأوكرانية وبالتالي تحاول الضغط على القوات الأوكرانية قدر الإمكان لذلك لننتظر ما التي سيحصل إضافة لذلك أرسلت ليتوانيا مركبات للقوات الأوكرانية إذا نحبه إذا كان كل شيء حتى ساعات المساء أي جديد سوافقكم به طبعا لا تنسوا الانضمام للقناة ولا تنسوا دعوات أصدقائكم ولا تنسوا الدعم المادي لعادي القناة التفاصيل الموجودة بالرصف الخاص بالفيديو وشكرا لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر